خمس سنوات من الانقلاب وأربع سنوات من الحرب ولا يزال الانقلابيون يتحكمون بقواعد المواجهة السياسية مع السلطة الشرعية المعترف بها دوليا فقد بدأ الحوثيون تحركا إجرائيا يهدف إلى ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب البالغ عددها 31 مقعدا توفي أصحابها خلال الفتر الماضية خطوة تمثل المرحلة الأولى من استراتيجية تهدف المرحلة الثانية منها إلى إجراء انتخابات لملء مقاعد النواب الذين يشكلون أغلبية أعضاء المجلس المؤيدين للسلطة الشرعية وقرروا الخروج من صنعاء في إطار هذا الموقف السياسي الخطوة التالية تأتي على الدوام من جانب السلطة الشرعية في سياق دفاعيا يفتقد إلى المبادأة والخيال في ظل المراوحة التي تحكم الإجراء الهادف لاستعادة مجلس النواب مع بقاء العشرات من أعضائه في الرياض حتى الآن بانتظار الخطوة التالية فردا على الإجراءات التي قام بها المتمردون في صنعاء بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها على الأرجح في منطقة سيطرتهم أصدر الرئيس هذه قرارا قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحال في العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن كما قضى بأن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسؤولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة واعتبار كل ما صدر عن ميليشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة منعدمة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية أصدى قرار رئاسي كهذا خدمة للحوثيين باعترافه أن المقر الرسمي للجنة كان لا يزال في صنعاء حتى تاريخ الثالث من فبراير 2019 ما قد يبر للجنة ما اتخذته من إجراءات منذ أن قرر الحوثيون إجراء تعديل في قوامها شمل تعيين أربعة قضى موالين لهم بينهم الرئيس مراقبون تساءل عن الوقت والفرص المهدرة منذ أن قرر الرئيس هادي نقل العاصمة السياسية للبلاد إلى مدينة عدن وهو القرار الذي لم يكن يعني سوى أن كل المؤسسات السيادية عليها أن تتموضع على الفور في هذه المدينة لا تتعدى قرارات الرئيس بنظر هؤلاء المراقبين حدود المناورة السياسية بسبب الكم الهائل من التحديات التي اعترضت ولا تزال تعترض عقد اجتماع مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسة للمجلس في عدن وتعترض غيره من مؤسسات الدولة بما فيها مجلس القضاء الأعلى وهي التحديات ذاتها التي ستعترض عمل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء